الفصل الرابع شك برشلونة 1957 فوجئت بضوء الفجر وأنا عند عتبة غرفة خليان الصغير الذي كان نائماً لمرة نادرة بعيداً عن كل شيء وأي أحد هانئ البسمة على الشفتين سمعت خطوات بيا تقترب في الممر وأحسست بملمس يديها على ظهري منذ متى وأنت هنا؟ سألت منذ قليل وماذا تفعل؟ أنظر إليه دنت بيا من مهد خليان وانحنت لترصب قبلة على جبينه في أي ساعة عت البارحة؟ لم أجب كيف حال فرمين؟ لا بأس وأنت؟ ابتسمت على مضض هل لا حدثني عن حالك؟ ألحت في مرة أخرى كنت أظن أنه ما من أسرار بيننا؟ قالت بيا وأنا كذلك نظرت إلي مذهولة ماذا تقصد يا دانييل؟ لا شيء لا أقصد شيئاً إنني متعب جداً هل لا خلدنا إلى النوم؟ أخدتني بيا من يدي واقتادتني إلى الغرفة استلقين على الفراش وعانقتها هذه الليلة حلمت بأمك؟ قالت بيا إزابيلا استأنف المطر نقره على الزجاج كنت طفلة صغيرة وكانت تمسكني من يدي كنا في بيت كبير جداً وقديم جداً فيه صالات رحبة وبيان كبير وقاعة لها شرفة زجاجية تطل على حذيقة فيها بركة ماء وبالقرب من البركة كان تمت طفل شبيه بخليان لكنني كنت أعرف أنه أنت لا تسألني لماذا؟ كانت إزابيلا تجلس القرفصاء بجانبي وتسألني إن كنت أستطيع رؤيتك كنت تلهو بزورق ورقي صغير على سطح الماء وكنت أقول لها أجل فقالت لي حين ذاك إنه علي أن أعتني بك علي أن أعتني بك دائماً لأنها كانت مضطرة للرحيل بعيداً بقين في صمت نصغي إلى نقر المطر الطويل على الزجاج ماذا قال لك فرمين مساء أمس؟ الحقيقة أجبت قال للحقيقة كانت بيا تصغي إلي وأنا أحاول إعادة بناء حكاية فرمين في البداية شعرت بالغضب ينمو في مجدداً لكنني كلما استرسلت في الحكاية اكتسحني حزن عميق وغم كبير كانت تلك الأشياء كلها جديدة بالنسبة إلي ولم أعرف حينها كيف كنت سأتعايش مع الأسرار والنتائج التي صارحني بها فرمين لقد وقعت تلك الأحداث عشرين عاماً مضت وقد أحالني الزمن إلى أداء دور المشاهد البسيط لتمثيلية كانت خلوط مصيري قد نسجت فيها في نهاية قصتي انتبهت أن بيا تنظر إلي مشغولة البال وهناك قلق يحوم في عينيها ولن يكن من الصعب التكاهن بما كانت تفكر لقد وعدت والدي أنه ما دام حياً لن أبحث عن ذلك الراجل فايس ولن أقدم على أي شيء أضفت كي أطمئنها ما دام هو حياً ألم تفكر فينا في خليان؟ فكرت فيكم طبعاً لا وجود لأي سبب تقلقين بشأنه كذبت فبعد أن تحدث مع والدي اتضح لي أن ما وقع قد وقع في زمن بعيد ولم يعد بالإمكان فعل شيء لتغييره بدت بيا غير مقتنعة بصراحتي إنها الحقيقة كذبت مجدداً نظرت إلي بارتياب بضع لحظات لكنها ما كانت تريد إلا أن تسمع تلك الكلمات وهذا ما جعلها في النهاية تنصاع لتصديقها في عصر ذلك اليوم الذي من فكت الأمطار فيه تجرد الشوارع المقفر والملئة ببرك المياه تجلى طيف سباستيان سالفادو أمام المكتبة طيف عابس أنهكه الزمان كان يرمقنا بهيئته المتميزة بالشراسة من خلال الواجهة الزجاجية بما كانت أضواء مجسم الميلاد تتماوج على وجهه يرتدي زيه المعتاد الذي دخل به المكتبة للمرة الأولى سوى أنه كان مبللاً للغاية ذهبت لأفتح له الباب ما أجمل مجسم الميلاد هذا قال ألا تدخل؟ تركت له الباب مفتوحاً فدخل سالفادو وهو يعرج توقف بعد بلع خطوات متكئاً على عكازه كان فرمين ينظر إليه من على المستبة بريبة وتوجز ابتسم سالفادو كم مضى من زمن يا فرمين نغم قائلاً ضمنت أنك قد موت رد فرمين وأنا أيضاً ضمنت أنك قد موت مثل الجميع هذا ما روه على مسامعنا أنهم ألقوا القبض عليك وأنت تحاول الفرار وأعدموك لم يحالفني الحظ في ذلك إن أردت الحقيقة كنت أتمنى على الدوام أن تتمكن من الهرب فمن المعلوم أن العشبة الضارة أثرت مشاعر يا سالفادو متى خرجت؟ منذ شهر تقريباً لا تقل لي إنهم أطلقوا صراحك بناء على حسن السلوك قال فرمين أعتقد أنهم سائموا من انتظار أجلي هل تعلم أنهم قدموا للعفو؟ لدي ورقة العفو بإمضاء فرانكو شخصياً أتخيل أنك وضعتها في إطار أنيق بل إنني أحتفظ بها في رقم الشرف عند مقعد المرحاد في حالة نفذ ورق التنظيف اقترب سالفادو خطوات من المستبة وأشار إلى كرسي في الزاوية هل يزعجك ما إن جلست؟ ما زلت غير معتاد على الماشي أكثر من عشر أمطار بخط مستقيم فينال مني التعب بسهولة الكرسي لك يا سيدي دعوته استرخى سالفادو على الكرسي والتقط أنفاسه بعناء وأخذ يدلك ركبة كان فرمين يحضق إليه كمن يراقب فأرا خرج للتو من بالوع في المرحاد من الغرابة أن يطول أجل من راهن الجميع على موته مبكرا هل تعلم من الذي أبقاني على قيد الحياة طوال هذه الأعوام يا فرمين؟ لو لم أكن أعرفك حق المعرفة لنسبت الفضل إلى جودة التغذية وهواء البحر انفجر سالفادو يحاول القهقها فبدت في حالته أشبه بالسعال الأجش قبيل الإغماء ما زلت خفيف الضل يا فرمين وهذا ما جعلني أستلطفك دوما يا لذلك الزمان لا أريد أن أسبب لكم الضجر بالحديث عن معارك الصغيرة ثم إن الفتى ينتمي إلى جين لم يعد يهتم بشؤوننا إنهم يفكرون في الشارلستون أو أيا كان اسمه اليوم هل تحدثنا بخصوص العمل؟ تفضل بل تفضل أنت يا فرمين فلقد قلت كل ما لدي هل سلمتني ما عليك تسلمه لي؟ أم يجدر بإحداث فضيحة لا تناسبك البتة؟ ظل فرمين متمنعا عدة لحظات غرقت في صمت محرج وكانت نظارات سالفادو مصوبة عليه وبدأ على وشك أن يبصق سوما التفت إلي فرمين بنظرة لم أفهمها وتنهد محطما لقد فز يا سالفادو أخرج فرمين من جيبه غرضا صغيرا وأعطاه له مفتاح أو المفتاح إياه لمعت عين سالفادو كعيون الأطفال نهض واقترب ببطء من فرمين أخذ المفتاح باليد الوحيدة التي تبقت لديه وكان يرتعش من شدة التأثر إن كنت تنوي إلاجه في المنفذ المستقيم فأرجوك أن تذهب إلى الحمام فهذا المحل مفتوح للعائلات نبه فرمين ذاب سالفادو في ابتسامة تعبر عن رضاه غير المحدود وقد استعاد لونه وروح شبابه الأول إذا فكرنا مليا في الأمر فلقد أستيت إلي معروفا كبيرا إذ حفظت المفتاح طوال تلك السنوات سرح سالفادو هذا ما يقوم به الأصدقاء رد فرمين اذهب بعون الرب ولا تتردد في عدم التفكير في العودة إلى هذه الأنحاء ابتسم سالفادو وغمز بعينه ومشى نحو البهب يلهج أساسا في توافهه استدار برهة قبل الخروج ورفع يده بتحية مسالمة أتمنى لك حظا سعيدا وحياة مديدة يا فرمين وكن مضمئنا فالسر في مأمن رأيناه يسير تحت المطر كان عجوزا لدرجة أن يحسبه الجميع محتضرا لكنني كنت متيقنا بأنه في تلك اللحظة لم يكن يشعر بقطرات المطر الباردة تنهال على وجهه ولا بأعوام الحبس والعوز الذين يحملهما في دمائه نظرت إلى فرمين وكان قد ظل متصمرا في مكانه شاحب الوجه ومشوش الذهن من رؤيته لرفيق زنزانته القديم هل سنتركه يمضي بهذه السهولة؟ سألت هل لديك خط أفضل؟ وبعد أن انقذت دقيقة الحذر المعهودة انطلقنا إلى الشارع مسلحين بواق مطري غامق وبمظلة أكبر من مظلات الشواطة كان فرمين قد حصل عليها من إحدى أسواق الميناء إذ راودته فكرة استعمالها صيفا أم شتاء خلال نزهاته مع بيرناردا على شواط إضاحية باشرنوليتا فرمين إننا وهذا الماموت على رؤوسنا نلفت لانتباه أكثر من جوقة ديوك حذرته لا يطمئن فذلك النذل لا يرى الآن إلا دنانير الذهب تمطرها عليه السماء رد فرمين كان سالبادو يسبقنا على بعد مئة متر يعرج بخطوة سريعة تحت الأمطار في شارع كوندال قلصنا المسافة قليلا فاستطعنا أن نراه يستقل الترام للتو ليسعد به إلى شارع ليطانا طوينا المظل مباشرة وهممنا بالركض حتى تمكننا من القفز على حافة الترام بأعجوبة وقضينا الرحلة ونحن معلقان من الخلف كما درجت العادة في تلك الأهونة وجد سالبادو مكانا في القسم الأمامي تنازل عنه سامري لا يعرف مع من كان يتعامل هذه هي روعة الشيخوخة قال فرمين لا أحد يذكر أن العجز أيضا كان حقراء سارت ترام في شارع ترافالغار حتى بلغ قوس النصر أطلنا عنقينا قليلا فرأينا سالبادو يراوح مكانه وكان مراقب التذاكر صاحب الشاربين الكتيفين على النمط العسكري يراقبنا متجهما لا تظن أني سأقدم لكما تخفيضا لأنكما معلقان هكذا فأنا أراقبكما منذ أن سعدتما لم يعد أحد يقدر الواقعية الاجتماعية غمغم فرمين يا لهذا البلد مددنا إليه بعض النقود فقطع لنا تذكرتين وكاد يساورنا الشك في أن سالبادو قد غط في غفوة عميقة فإذا هو ينهض ويشد الحبل طلبا للموقف عندما دخلت رام الشارع الذي يفضي إلى محطة الشمال انتهزنا لحظة الكبح وقفزنا إلى أسفل قبالة المبنى الحداثي المتبرم الذي كان مقرا لمكاتب شركة الطاقة المائية ولحقنا بترام على الأقدام حتى الموقف رأينا سالبادو ينزل بمساعدة اثنين من الركاب ويتجه نحو المحطة هل تفكر فيما أفكر؟ سألت أومأ فرمين ورحنا نتبع سالبادو حتى بهو المحطة الفسيح متخفيين بمظلة فرمين التي لا نجوم لها إلا لإظهار حضورنا بوضوح مؤسف وحين صار سالبادو في الداخل اقترب من صف من الخزائن المعدنية الصغيرة المعلقة على أحد الجدران كأنها لوحة منم مما تجسد مقبرة كبيرة تمركزنا على أحد المقاعد تحت الضل كان سالبادو قد توقف أمام تلك الخزائن التي لا تنتهي واسترسل في التمعون فيها هل نسي في أي خزانة خبأ الغنيمة؟ سألت إطلاقا إنه ينتظر هذه اللحظة منذ عشرين عاما لا بد أنه يتذوقها انظروا من يتكلم أنا أعتقد أنه نسيها بقين هناك ننظر وننتظر لم تقل لي قط أين خبأت المفتاح عندما هربت من القلعة ارتجلت رماني فرمين بنظرة معادية ليس لدي نية للخوض في هذا الموضوع يا دانييل لا مشكلة استمر الانتظار مزيدا من الدقائق ربما لديه شريك قلت وها هو ينتظر وصوله سالبادو ليس من النوع الذي يتقاسم شؤونه مع آخرين ربما هناك شخص آخر شو اقترب من إحدى الخزائن وأسند يده إلى الباب المعدني أخرج المفتاح وأدخله في القفل فتحه ونظر إلى الداخل وفي تلك اللحظة كان هناك عنصران من الحرس المدني آتيان من جهة المقاعد انعطفا عند زاوية البهو وتقدما إلى حيث كان سالبادو يحاول أن يأخذ شيئا ما من داخل الخزانة إيه إيه غمغمت التفت سلفادو وألقى التحية عليهم تبادلوا بعض الكلام ثم أخرج أحدهما حقيبة وأنزلها على الأرض عند قدمي سلفادو شكرهما اللس جزيل الشكر على المساعدة فألقي عليه تحية بطرف القبعة وتابع دوريتهما تحية إسبانيا غمغم فرمين أمسك سلفادو الحقيبة وجرها إلى أحد المقاعد في الجهة المقابلة للجهة التي كنا فيها هل سيفتحها هنا؟ سألت إنه بحاجة إلى التأكد من أنها تحوي كل شيء رد فرمين فذلك القدر صمد أعواذا طويلة من انتظار ومعاناة كي يسترد كنزة نظر سلفادو حوله مرارا وتكرارا للتأكد من عدم وجود أحد في الجوار ثم حسم أمره في النهاية رأيناه يفتح الحقيبة بضعة سنتمترات فقط ويسترق النظر إلى داخلها ظل متجمدا بتلك الوضعية قرابة الدقيقة تبادلت وفرمين نظرة من دون أن نفهم شيئا أغلق سلفادو الحقيبة فجأة ونهض سار نحو المخرج بلا تمهل وترك الحقيبة خلف ظهره قبالة الخزانة المفتوحة ما الذي يفعله؟ سألت نهض فرمين وأومأ بإشارة من يده ابقى هنا وراقب الحقيبة ريثما ألحق به سارع فرمين نحو المخرج دون أن يعطيني مجالا للرب فاتجهت بخطوات رشيق صوب المكان الذي ترك فيه سلفادو الحقيبة كان هناك ماكر يقرأ الجريدة على أحد المقاعد المجاورة وقد تلصص على ما جرى فنظر يمنى وشمالا ليتأكد من أن أحدا لم يرى ثم نهض واقترب مثل النسر الذي يحدد فريسته فأسرعت الخطى كذا الرجل يأخذ الحقيبة عندما استطعت أن أقتلعها من يده بأحجوبة هذه الحقيبة ليست لحضرتك قلت ركز في الرجل نظرته العدائية وأحكم يده على قبضة الحقيبة هل أنادي الحرس المدني؟ سألت اضطرب الجبان وترك الحقيبة واتجه ليضيع أطره بين المقاعد حملت الحقيبة إلى المقعد وفتحتها بعد أن تأكدت أن أحدا لا يراقبني كانت فارغة في تلك اللحظة فقط تناهت الجلبة إلى مسامعي فرفعت نظري لأكتشف مشادة عند مخرج المحطة نهدت واستطعت أن أرى من خلال الزجاج أن فرقة الحرس المدني كانت في خضم دائرة من الفضوليين الذين توقفوا تحت المطر وعندما تفرق الناس رأيت فرمين جالساً القرفصاء على الأرض يسند صلفاد بين ذراعيه كانت عيناء العجوز مفتوحتين تحت الأمطار وهناك امرأة تدخل في تلك اللحظة وقد حملت يدها إلى فمها من الدهشة ما الذي حدث؟ سألتها العجوز المسكي لقد أغمي عليه قالت خرجت واقتربت ببطء من مجمع الناس الذين كانوا يتابعون المشهد رأيت فرمين يرفع أنظاره ويتبادل الكلام مع عناصر الحرس إلى أن أومأ أحدهم فنزع فرمين عنه الواق المطري وألقاه على جسد صلفادو ليغطي وجهه أيضاً وعندما وصلته رأيت يداً بثلاثة أصابع فقط تبرز من تحت الغطاء وفي الكف تمثى مفتاح يلمع تحت المطر فتحت المظلة لوقاية فرمين ووضعت يدي على كتفه ثم ابتعدنا ونحن نمشي ببطء هل أنت بخير يا فرمين؟ أنهض صديقي الطيب كتفيه لا مبالياً فلنذهب إلى البيت استطاع أن يقول وبينما كنا نبتعد عن المحطة خلعت عن الواق المطري ووضعته على كتفي فرمين إذ كان قد ترك رداءه على جثث صلفادو وكان من الواضح أن صديقي لم يكن في ظرف يساعده على التنزه طويلاً لذا قررت أن أوقف سيارة أزره فتحت له الباب وبعد أن جلس أغلقت الباب وركبت من الطرف الآخر كانت الحقيبة فارغة قلت لا بد أن أحدهم مكر بسلفادو من يسرق لصاً لا يقترر إثماً من الفاعل برأيك؟ نعله الشخص ذاته الذي أخبره بأن مفتحه عندي وأعلمه بمكاني غمغم فرمين فايس تنهد فرمين مغموماً لا أدري يا دانيال لم أعد عرف بما أفكر انتبهت إلى الصائق ينظر إلينا من خلال المرآة العاكسة مترقباً سنذهب إلى مدخل بلاسا ريال شارع فرناندو قلت ألا نعود إلى المكتبة؟ سأل فرمين الذي لم تعود لديه قدرة حتى على المجادلة بشأن مشوار بسيارة الأزرة أنا سأعود إلى المكتبة ولكن أنت ستذهب إلى بيت الدون غوستابو لتقضي بقية النهار مع برناردا ساد الصمت على رحلتنا بينما كانت برشلونة تزداد غموضاً تحت المطر وعندما وصلنا إلى أقواز شارع فرناندو حيث عرفت فرمين منذ عدة أعوام دفعت الأزرة ونزلنا رافقته حتى بوابة بناية الدون غوستابو وعانقته احذر يا فرمين وكل شيئاً ما وإلا تحنت برناردا بعضابك في أول يوم من الزواج كن مطمئناً عندما تتملكن الإرادة أصبح خابلة للبدانة أكثر من أي مغنية سوبرانو سأملأ بطني الآن من حلويات البولفورون التي يشتريها الدون غوستابو من كاساكيليت وستراني في الغد مكتنزاً مثل كرش الخنزير نأمل أن يتحقق ذلك أبلغ تحياتي للعروس سأفعل مع أنني أرى نفسي أعيش في جانب الحرام وفقاً لمجريات الأمور من الناحية القانونية والإدارية ترهات ألا تذكر ما قلته لي ذات مرة أن القدر لا يقوم بزيارة إلى المنازل إنما ينبغي الشروع في البحث عنه علي أن أعترف أنني اقتبستها من إحدى روايات كراكس مقولة رائعة لكنني وطقت بها وما أزال كذلك لذا أقول لك إن قدرك هو الزواج ببرناردا نظامياً وفي الموعد المحدد في حضور الخوارنة والرز والإسم والكونيا نظر إلي فرمين متشككاً وحق إسمي دانييل ستتزوج بكل روائح الميرون العطرة تعهدت لفرمين الذي كان حين ذاك مدمراً لدرجة أنني شككت في قدرة علبة كاملة من سكاكر السوغاس أو فيلم طويل في سينما في منا ببطولة كيم نوفاك وحمالات صدرها المدببة التي تتحدى قانون الجاذبية على رفع معنوياته إن كنت أنت من يقول ذلك يا دانييل لقد أعدت إلي الحقيقة أعلنت فسأعيد إليك إسمك عندما عدت إلى المكتب في عصر ذلك اليوم نفسه بدأت تنفيذ خطتي لإنقاذ هوية فرمين وكانت الخطوة الأولى تتمثل في إجراء عديد من الاتصالات من خلف السطارة المستودع وتثبيت آلية زمنية أما الخطوة الثانية فتكمن في الاستعانة بمواهب الخبراء الذين يتمتعون بكفاءة معترف بها وفي صباح اليوم التالي المشمس والرائق اتجهت صوب مكتبة كارمين حيث كان لدي موعد مع البروفيسور ألبور كيركي وأنا على اقتناع تام بأنه إذا كان لا يعرف أمرا ما فمن الصعب أن يعرفه أحد غيره وجدته في صالة القراءة الرئيسة محاطا بكتب وأوراق مندمجا والقلم في يده جلست قبالته إلى الطرف الآخر من الطاولة وتركته يعمل تأخر قرابة الدقيق حتى تنبه لوجودي وإذ رفع عينيه عن المندضة اكتنفت المفاجأة نظراته لا بد أن ما تكتبه رائع للغاية ارتجلت إنني أعمل على مجموعة من المقالات حول الكتاب البرشلونيين الذين حلت عليهم اللعنة فصل هل تذكر أحدهم باسم خوليان كاراكس؟ لقد نصحتني أنت بقراءته منذ شهر عندما أتيت إلى المكتبة بالتأكيد أجبت حسن أجريت بعض التحقيقات عن وفجئت بقصته الخارج عن المألوف هل كنت تعرف بوجود شخصية شيطانية دور العالم منذ أعوام بحثا عن كتب كاراكس ومن ثم إحراقها؟ لا تقول ذلك هتفت مستنعا المفاجأة إنها قضية نادرة جدا سأمررها لك حالما أنجزها لعلك تستطيع تأليف كتاب حول هذا الموضوع اقترحت تاريخ برشلون السري بتسليط الضوء على كتابها الملاعين والمحظورين من المشهد الرسمي قدر البروفيسور الاقتراح مبديا اهتماما الحق يقال إن الفكرة خطرت في بالي لكنني مشغول بعمل لا ينتهي بين الصحف والجامعة إن كنت حضرتك لا تفكر في الكتاب عن هذا الأمر فلن يكتب عنه أحد حسن انظر ربما لا أهتم بتلك الأشياء وأنكب على تأليف هذا الكتاب لكنني لا أعرف كيف أجد الوقت مكتبة سمبيري وأبناؤه تعرض خدماتها الاستشارية ومواردها المكتبية تلبية لكل احتياجاتك يا سيدي سأخذ هذا بعين الاعتبار والآن هل نذهب إلى الغداء طول بروفيسور البوركيركي أشريعته في ذلك اليوم وذهبنا نحو كاسا ليوبولدو حيث جلسنا برفقة كأسين من النبيذ ومقبلات الخنزير الجبلي الشهية ننتظر ذيل الثور لكل منا طبق ذلك اليوم كيف حال صديقنا فرمين لقد رأيته مهموما جدا قبل أسبوعين في خانيويس أردت أن أحدثك بشأنه تحديدا إنها مسألة حساسة نوعا ما وأطلب منك أن تبقى سرا بيننا بدون طلب ما الذي يمكنني فعله شرحت له المشكلة بخطوطها العريضة متجنبا الغوص في التفاصيل الشائكة أو غير المجدية استشفى البروفيسور أن في الأمر خفايا أكثر من تلك التي أطلعته عليها لكنه آثر أن يتباهى برزانته فالمرى إن كنت قد فهمت جيدا قال فرمين لا يستطيع استخدام هويته إذ تم التصريح بموته رسميا منذ حوالي العشرين عاما وعليه فإنه في نظر الدولة ليس موجودا تماما ولكن بناء على ما رويته لي الهوية التي تم شطبها كانت من صنع الخيال أساسا ابتكارا من صنع فرمين نفسه خلال الحرب كي يحمي نفسه تماما وهنا تماما إذا أضيع الخيط ساعدني يا دانيال إن كان فرمين قد ابتكر لنفسه هوية مزيفة ذات مرة فما الذي يمنعه الآن من استخدام أخرى ليتسنى له الزواج لسببين أيها البروفيسور الأول عملي محض سواء استخدم اسمه أو اسما مبتكرا فإن فرمين لا يمتلك هوية ذات تأثير لذا فإن أي هوية يقرر استخدامها لا بد أن تكون مصنوعة من السفر لكنه ما زال يريد الحفاظ على كونه فرمين على ما أعتقد صحيح وهذا هو السبب الثاني ليس عمليا لكنه رحاني إذا صح التعبير وهو على درجة قصوى من الأهمية فرمين يريد الحفاظ على كونه فرمين لأنه الشخص الذي وقعت برناردا في غرامه ولأن الشخص الذي صار صديقنا والذي بتنا نعرفه جيدا والذي يريده ونفسه أن يبقى عليه إذ لم يعود الشخص الذي كان عليه في الماضي موجودا منذ أعوام كأنه جلد خلفه وراء ظهره حتى أنا باعتبار صديقه المفضل على الأرجح لا أعرف ما الإسم الذي اعتمدته العائلة له إبان المعمودية بالنسبة إلي وبالنسبة إلى كل أولئك الذين يكنون له المودة وبالنسبة إليه نفسه هو فرمين روميرو دي التوريس باختصار إن كان من الواجب خلق هوية جديدة له فلماذا لا يتم خلق هويته نفسها؟ أومأ البروفيسور البوركيركي في النهاية صحيح سرح فهل ترى العملية ممكنة أيها البروفيسور؟ حسن إنها مهمة دونكي شوطية نادرة قل نظيرها قيم البروفيسور كيف نزود النبيل النحيل دون فرمين دي لامانشا دي كاستا بكلب صيد وملف من الوطائق المزورة كي يتزوج من خلالها تحت عين الرب ومكاتب الدولة المدنية بجميلته برناردا ديلتوبوسو تمعنت في الموضوع ورجعت إلى كتب القانون قلت إن هوية الفرض في هذا البلد تبدأ بشهادة ميلاد وهي وثيقة في منتهى البساطة إذا درسناها جيدا قطب البروفيسور حاجبي ما تقترحه حساس جدا كي لا نقول إنه يعد جريمة كبرى أكبر من بيت برمته لكنها غير بسبوقة في المنشورات الحقوقية السنوية على الأقل لقد تحققت من ذلك تابعا فالأمر يهمني فلنفترض أن أحدهم على سبيل الافتراض تمكن من إيجاد منفذ إلى مكاتب الدولة المدنية واستطاع فلنقل أن يركب شهادة ميلاد في الأرشيف ألا يمكن لهذه الشهادة أن تكون دليلا كاثيا لإثبات هوية شخص ما هزى البروفيسور رأسا قد يكون هذا ممكنا لحديث الولادة ولكن إذا تعلق الأمر بمن بلغ سن الرشد على سبيل الافتراض فسيكون من الضروري خلق تاريخ وثائقي من ألفه إلى يائه وحتى لو تمكنت من إيجاد ذلك المنفذ على سبيل الافتراض إلى الأرشيف فمن أين ستأتي بكل تلك الوثائق؟ فلنقل إنه بالإمكان تكوين سلسلة من النسخ المعقولة هل ترى الأمر ممكنا؟ تمعنا البروفيسور طويلا الخطر الجوهري يكمن في أن يكتشف أحدهم الحيلة ويسعى إلى فضحها وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الطرف المهدد في هذه الحالة الذي من شأنه أن يكشف ما سنسميه رخاوة الوثائق ميت أصلا فإن المشكلة ستقتصر على التالي أولا أن نفاذ إلى الأرشيف وإدخال ملف بتاريخ وثائقي لشخصية متخيلة لكنها محققة في سزلات النظام ثانيا تكوين سلسلة من الوثائق الضرورية لإثبات تلك الهوية أتحدث عن وثائق من كل نوع وضرب من شهادات معمودية في الدوائر الخورية إلى شهادات بالنسبة إلى النقطة الأولى يتضح لي أن حضرتك بتوكيل من المقاطعة تعمل على كتابة مجموعة مقالات حول أعاجيب النظام القضائي الإسباني لصالح منشورات المؤسسة تقصيت قليلا واكتشفت أن كثيرا من أقصام الأرشيف في مكاتب الدولة المدنية قد تعرضت للدمار بسبب القصف أثناء الحرب ما يعني أنهم اضطروا لإعادة تكوين مئات بل آلاف الهويات في أحسن الأحوال لست خبيرا لكني أجروا على التصور أن هذا من شأنه أن يفتح منفدا لمن لديه خبرة ومعلومات باستخدام شبكة معارف واعتماد خطة معينة من الممكن استثمارها نظر إلي البروفيسور خلصة أرى أنك قمت بعمل استقصائي حقيقي يا دانييل أعذر تطاولي أيها البروفيسور لكن سعادة فيرمين بالنسبة إلي تساوي ذلك وأكثر هذا شرف لك ولكن قد تكون الكلفة تهمة تقيل لمن يحاول تحقيق شيء من هذا القبيل ويتم اكتشافه متلبثا ولهذا فكرت فيما لو كان أحدهم على سبيل الاختراض لديه منفذ إلى أحد أقسام الأرشيف المرممة في مكاتب الدولة المدنية يمكنه استحاب مساعدا فلنقول إنه يتحمل تبعات الجزء الأخطر من العملية لا بد أن يكون المساعد المفترض والحال هذه قادرا على إكرام مويسر المهم بتخفيض بنسبة 20% على سعر كل كتاب يبتاعه من مكتبة سنبيري وأبناؤه على مدى الحياة إضافة إلى دعوة لحضور عرس المولود لا مشكلة من هذه الناحية بل بإمكاني أن أخفض حتى الـ 25% مع أنني أعرف أن هناك من هو مستعد للتعاون لما فيه خير الجميع ومن دون الحصول على أي مقابل لا لشيء سوى لأنه يود على سبيل الافتراض تسجيل هدف في مرمى نظام فاسد ومفسد إنني رجل أكاديمي دانييل الابتزاز العاطفي لا ينفع معي من أجل فرميل إذن هذه قصة أخرى فلننتقل إلى الجوانب التقنية أخرجت قطعة المئة بالسيطة الورقية التي أعطاها سلفادولي وأريتها للبروفيسور هذه هي ميزانية لتقطية تكاليف الحملة أوضحت أرى أنك لا تحرص على الإنفاق لكنك ستحصل على خدمات مجانا فاحتبت بهذه الأموال ستكون بحاجة إليها في هذه العملية أجاب البروفيسور الجزء الذي يشغل بالي يا مساعد النجيب هو اضطرارنا لإحداث مؤامرة وطائقية فالقادة الجدد في النظام هيك بالمستنقعات والكتيبات المقدسة ضاعف الهيكل البيروقراطي المعطوب في حد ذاته حتى أصبح مناسبا لأسوأ كوابيس صديقنا فرانس كافكا كما قلت لك سابقا في حالة من هذا النوع ينبغي لنا ابتكار مختلف الرسائل والبرقيات والتوسلات وما هناك من وطائق يتقبلها العقل وتتمتع بصلابة ونبرة ورائحة ملف بال ومغبر ومن الصعب تحضر لدينا من يغطين في هذا المجال يجدر بك أن تفيدني بلائحة المتواطئين في هذه المؤامرة كي أطمئن من عدم التحايل شرحت له بقية الخطة من الممكن أن تنجح ختم قائلا وما إن وصل الطبق الرئيس حتى غيرنا الموضوع وسلكت المحادثة دروبا أخرى وإذ حان موعد القهوة لم أعد أتمالك نفسي مع أنني استطعت أن أنجم لساني طوال فترة الغذاء فطرحت السؤال متظاهرا بأن الأمر ليس له أي أهمية عندي بالمناسبة أيها البروفيسور جاء نزابون إلى المكتب منذ يومين وروا لي شيئا ما فقفز اسم موريسيو فايس وزير التعليم وباقي ما تبقى ما الذي تعرفه عنه؟ قوس البروفيسور أحد حاجبي عن فايس؟ أعرف ما يعرفه الجميع لابد أنك تعرف عنه أكثر من الجميع والبروفيسور حسن الحق يقال إنني لم أعد أسمع بهذا الاسم منذ مدة لكن موريسو فايس كان شخصيا ملحوظة في الأوين الأخيرة وكما قلت أنت كان فايس وزيرنا القدير والشهير عدة سنوات ومديرا لمختلف المؤسسات والمنظومات له وزنه في النظام ويحظى بمكانة مرموقة في الوسط كما أنه كان عرابا للكثيرين وضيفا مدللا لدى الصفحات الثقافية في الصحافة الإسبانية كما قلت لك شخصية مشهورة ابتسمت ابتسام ضعيفة كأن المفاجأة بدت لي مستحسنة والآن لم يعد كذلك دعني أقول بصراحة أنه قد اختفى من الأجواء منذ مدة أو من الوسط العام على الأقل لا أذري إن كانوا قد أوكلوه سفارما أو منصبا في مؤسسة دولية فأنت تعرف كيف تجري هذه الأمور ولكني في الحقيقة لا أعرف ما آل إليه في هذه الأنحاء أعرف أنه أنشأ دار نشر مع عدة شركاء منذ عام ومشروعه هذا يجري على قدم وساق ويواصل النشر وبالفعل لا يمر شهر إلا واستلمت دعوات إلى تقديم كتب من العناوين التي يصدرها وهل يشارك فيش شخصيا بهذه التقديمات؟ في السابق أجل لطالما ضحكنا لأنه يتحدث عن نفسه أكثر مما يتحدث عن الكتاب أو المؤلف الذي يقدمه لكن ذلك كان قبل أعوام لم أعود صادقه منذ زمن هل لي أن أسألك عن سبب اهتمامك به يا دانيال؟ لما كن أعتقد أنك فضولي بشأن الدائرة الصغيرة التي تضم أدباءنا المتعجرفين فضولا لا أكثر حقا؟ وبينما كان البروفيسور البوركيركي يدفع الحساب كان ينظر إلي خلصة لماذا يبدل دائما أنك لا تقول نصف الحقيقة فحسب بل أقل من ربعها؟ سأقص عليك ما تبقى يوما ما أيها البروفيسور وعد مني هذا أفضل لأن المدن ليست لها ذاكرة وتظل بحاجة دائما إلى رجل مثلي حكيم لا يسهو كي يحافظ على ذاكرتها حية الشرط هو التالي حضرتك تساعدني في حل قضية فرمين وأنا أقص عليك يوما ما بعض الأشياء التي تفضل برشلون نسيانها من أجل تاريخها السري مدى البروفيسور يده نحوي فصافحتها كلمة شرف منك والآن بالعودة إلى فرمين والوطائق التي علينا إخراجها من القبعة أعتقد أن لدي الرجل المناسب لهذه المهمة اقترحت أزفالدو داريو ديمورتنسن أنير الكتاب العموميين في برشلونة أحد معارف القدامى كان يتنعم باستراحة الظاهرة في كوخه بجانب بلاسيو ذي لافيرينا يتضوق القهوة والصجار عندما رأاني آتيا إليه فحياني بيده عودة الإبن الضال هل غيرت الفكرة؟ هل ستنغمس في كتابة رسالة الحب تلك التي ستؤمن لك مدخلا إلى المكامل المحرمة للدجاجة الفتية الشبقة؟ أريت خاتم الزواج وأومأ متذكرا المعضرة أقول هذا بحكم العادة حضرتك من الطراز القديم ما الذي بوسع فعله من أجلك؟ أمس الأول تذكرت لماذا كان اسمك مألوفا بالنسبة إلي يا دونازوالدو إنني أعمل في مكتبة وقد وجدت رواية لك من العام 1933 فرسان المغيب يا لذاك الزمان لقد سرقني ناشراي اللعينان باريدو وإسكوبياس حتى الفلس الأخير أمل أن يتغمضهم الشيطان بلعنته ويسجنهما في ملكوته لكن أحدا لا يستطيع أن ينزع من ذاكرة المتعة في كتابة تلك الرواية إن أتيتك بها يوما ما فهل كتبت لي إهداء عليها؟ بالطبع إنها جوهرة الأدبية لم يكن العالم مستعدا بعد لأداب رعاة البقر لسيما إذا كانت أحداثها تدور في دلتا نهر الإبرو وأبطالها من المجرمين الذين يتسلقون الزوارق بدلا من الأحصنة وفيها بعوض أكبر من البطيخ حجما حضرتك بمثابة زان غري الكتالوني كان هذا سيسعدني حقا ما الذي بوسع فعله من أجلك أيها الفتى أنتهبني من فنك ومهارتك لإنجاز عملية بطولية للغاية كل أذان صغية أحتاج إلى مساعدتك في خلق ماض وثائقي لأحد أصدقائي كي يتمكن من إمضاء عقد الزواج بالمرأة التي يحب بلا عواء قانونية هل هو رجل طيب؟ الأفضل من بين الذين عرفتهم لن نتجادل إذن فلطانما كانت المشاهد المفضلة عندي هي المخصصة للزفاف والمعمودية سنكون في حاجة إلى برقيات وتقارير وطلبات وشهادات وشركات رائعة لا مشكلة سنفوض جزءاً لوجستياً إلى لويسيتو وحضرتك تعرفه مسبقاً فهو شخص جدير بالثقة التامة ناهيك بكونه فناناً يدخن 12 طريق في التخطيط أخرجت من جيبي القطع الورقي المئة بسيطة التي رفضها البروفيسور وأعطيتها له جحضت عينا أسفالدو حتى صارتاً مثل طبقين وسرعان ما غلها في جيبه ثم يأتيك من يقول إنه يستحيل العيش من مهنة الكتابة في إسبانيا قال هل يكفي هذا المبلغ لتغطية نفقة العملية؟ يكفي ويزيد عندما أنتهي من تنظيم الأمر برمته سأخبرك بدقة كم كلفنا هذا المقلب أما الآن وبحسبة تقريبية يمكنني التكاهن بأن 75 بالسيطة ستكون كافية سأترك القرار لك يا سيد أسفالدو صديقي البروفيسور البوركيركي قال منعظيم قاطعني أسفالدو فضلاً عن كونه الجنتلمان كنت أقول إن البروفيسور سيعرج إلى هنا ليعطيك قائمة بالوثائق الضرورية والتفاصيل الأخرى إن احتجت إلى أي شيء وجدتني في مكتبة سنبيري وأبنائه أشرق وجوه بسماعه ذلك الاسم المكان المقدس كنت أقصد إليه في شباب كل يوم سبت ليفتح السيد سنبيري عيني على العالم جدي لم أعد أتردد إلى المكتب منذ زمن طويل لأن أوضاع المادية تحت الحد الأذنى لذا توجهت إلى الاستعارة من المكاتب العامة شرفنا بالعودة إلى المكتبة يا دون أسفالدو فالمكتبة بيتك ولن نختلف على الأسعار معك إطلاقاً سأفعل مد يده نحوي فصافحتها شرف كبير لي أن أتعامل مع آل سنبيري سيكون بيننا مزيد من التعاون وماذا عن ذلك الأعرج الذي كان يغازل واجهة محل المجوهرات بعينيه؟ اكتشف بأن ليس كل ما يلمع ذهباً قلت علامة الأزمان